إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه موعظةٌ بليغة لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس الصحة والفراغ هاتان النعمتان من نعم الله تعالى الكثير ونعم الله لا تحصى كما قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال سبحانه وما بكم من نعمةٍ فمن الله وقال جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرةً وباطنة وأسبغ عليكم أتم وأكمل نعمه العظيمة التي يكرم بها عباده والتي يمتحنهم بها والتي يتفضل بها على من يشاء من عباده وأسبغ عليكم نعمه ظاهرةً وباطنة بعض النعم ظاهرة يراها الإنسان ويشعر بها ويشاهدها وهي بين ناظريه وبعض النعم باطنة لا يراها الإنسان ولكنه لو فقدها لشعر بالحرمان ولذلك لما أنعم على العباد من نعم الظاهرة والباطنة نهاهم عن المعاصي الظاهرة والباطنة فقال تعالى وذروا ظاهرة الإثم وباطنة ومن شكر الله تعالى من شكر العبد لربه أن يستعمل هذه النعم في طاعته يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ذم الله أقواماً فقال ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة إلى آخر الآيات قال الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيداً وجعلت له مالاً ممدوداً وبنينا شهوداً ومهدت له تمهيداً ثم يطمع أن أزيد كلاً وقال تعالى فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول رب أكرمًا وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول رب أهانن كلا فمن نعم الله تعالى هاتان النعمتان الصحة والفراغ بعض الناس في المستشفيات وبعضهم في البيوت ليس له مال يذهب به إلى العلاج وإنما هو يتألم بالليل وبالنهار بسبب المرض وأنت في صحة وبعض الناس مشغول تجده متعباً لا وقت له وأنت في فراغ ولذلك جاء في مستدرك الإمام الحاكم وهو في صيح الجامع للألبان عليهما رحمة الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسًا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك قبل المرض وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وجاء في صيح البخاري من رواية عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك وفهم الصحابة هذه الوصايا لذلك بكى أبو هريرة رضي الله عنه في مرضي الذي مات فيه فقيل ما يبكيك يا أبا هريرة قال أما إني ما أبكي على دنياكم هذه ولكن لبعد سفري وقلة زادي وأني أصبحت في صعود مهبط إما إلى جنة أو نار ولا أدري أيهما يؤخذ به وبكى معاوية رضي الله عنه في مرضي الذي مات فيه وقال أقعدوني أقعدوني فأقعد فقال يا معاوية وأخذ يذكر الله تعالى قال يا معاوية تذكر ربك عند الهرم أما كان ذلك وغض الشباب نظر ريان ثم قال اللهم ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي رضي الله عنه وأرضاه كانوا يحافظون على أوقاتهم وكان السلف كان الواحد منهم أحرص على وقته من البخيل الشحيح على ماله حتى أن هؤلاء من العلماء والعباد وممن جاء بعدهم كان ابن الجوزي رحمه الله إذا أتاه بعض الناس فإنه يأخذ قلمه ويصلحه ويقول هؤلاء يضيعون الوقت إذا جاءه بعض الناس يجلسون إليه فإنه يصلح أقلامه لكي لا يضيع وقته بل كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أنه يستغفر الله أكثر من سبعين مرة وفي رواية مئة مرة يذكر الله إذا تخيل العبد هذا الأمر فإنه لا يضيع وقته المجلس الواحد زل قاعد يتونس مع الناس وكل دقيقة ودقيقتين يحسبوا لي واستغفروا الله وأتوبوا إليه رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور وفي الرواية الأخرى ذكرها لألبان أيضا من ضمن الأحاديث الصحيحة والحسنة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم خيالي التقاعد معاه وتحسب ليه كل دقيقة دقيقتين باستغفر باستغفر في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة والليلة كثير من الناس ومن الشباب يضيعون الأوقات وخاصة الموبايلات واحد يكون عنده خدمة يخش النت وما عنده دار دار يريح نفسه يخش يلقى عنوان يجذبه يخش فيه بعد شوية عنوان تاني بعد شوية الساعة كم؟ اتناشر ونصب الليل ودقيقة وردقيقة والإنسان في الموت يتمنى الرجوع إلى الدنيا ليقول سبحان الله أو ليصلي لله أو ليقرأ القرآن أو ليتوب لربه سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فحافظوا على أقاتكم معاشر المؤمنين فإن للموت فجعة وإن في الموت ندامة لا تعدلها ندامات الدنيا والإنسان بعد الموت لا يرجع إلى الدنيا وإذلك جاء في صيح البخاري ومسلم من رواية أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع إثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله وأسأله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد من أفضل الأشياء والأعمال التي يملأ بها العبد وقته كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى ونقل ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى أن يملأ العبد وقته بطلب العلم النافع وكان السلف يرحلون الرحلات ويسافرون من أجل حديث واحد أو حديثين أو أكثر أو أقل حتى أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه اشترى راحلة واشترى زادا وسافر مسيرة شهر من أجل حديثٍ واحد يسمعه من صحابيٍ آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كان غيره من السلف ومن من جاء بعدهم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صيح البخاري ومسلم من رواية معاوية رضي الله عنه من يريد الله به خيراً يفقه في الدين إذا وجدت من نفسك الإقبال على طلب العلم وجدت نفسك بين الكتب النافعة كتب العقيدة والفق واللغة والسيرة والأصول ووجدت نفسك في مجالس العلم تحضر كتب أو دراسة التوحيد والسنة فاعلم أنك على خير وهذه من أعظم العلامات الدال على أن هذا العبد من السعداء أن يقبل على طلب العلم ثانياً مما يملأ به العبد وقته هذا الكتاب العظيم وهو القرآن وإذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذ وصحاو الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفاً من كتاب الله فلو حسن والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ثالثاً وأختم به من أعظم الأعمال التي يملأ بها العبد وقته دعوة الناس إلى الله تعالى الدعوة ولا تجد في الأعمال الصالحة أفضل من الدعوة ولن تجد هذه الدعوة فيها حسنات لا مثيل لها في غيرها من أعمال البر والمحروم من دعوة الناس إلى الخير هو المحروم والذي يبلغ الخير للناس ويدعو الناس الصغار والكبار فهو السعيد الموفق ولذلك اتفقت أعمال جميع الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله تعالى العمل المشترك بين جميع الأنبياء والرسل والمصلحين الدعوة إلى الله تعالى والدعوة لا ينقطع أجرها بحياة العبد ولا بمماته وإنما تبقى بعد وفاته كما جاء في صيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان بعض الناس يقول إذا مات ابن آدم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له قال ابن عثيمين في شرح لرياض الصالحين لما مر على هذا الحديث قال أما الصدقة الجارية فتنتهي إذا حفر بئرا فإنه قد يأتي عليها زمان وتجف إذا بنى مستشفى فإنه قد يتسلط عليها متسلط وتباع أو تنتهي الصدقة الجارية تنتهي والولد الصالح يموت قال لكن يبقى العلم النافع أن تعلم الناس خصوصا في هذه البلاد التي يعج فيها الشرك وفيها العقائد المنحرفة وأكثر الناس لا يقبلون دعوة الله والسبب سكوت الدعاة عن تبليغ الدعوة بل تجد حتى المستقيمين إلا من رحم الله تعالى إذا ذكرت سنة من السنن التي انتشرت مخالفتها بين الناس يتحرج وذلك لقلة الدعاة إلى الله تعالى قل أن توجد منبرا إذا أتيت إليه لا يتوقف من ذكر التوحيد والعقيدة الصحيحة الآن لا تجد قرية من القرى إلا وفيها مظهر من مظاهر الشرك لا تجد قرية من القرى إلا وتجد فيها مظهر من مظاهر الشرك يبتلقى دجال قاعد في الغرية إفر الشوال ويبيع في الحجبات للشفع والنساوين يبتلقى قبة من القباب حتى في العواصم الليلة دي الخرطوم الآن لو حسبت القباب الفياء الله يراسك يشيب واحد من العلمة قال قال في الهند مسجد كبير قالوا فيه جنبه قبر وفيه قبة قال الناس بيمرقوا من المسجد واحدين بيمشوا على القبة وفيه ناس بيجوا من بعيد بر المسجد بيمشوا قال بيعبدوا أصنام والأصنام موجودة في تلك البلاد قال فقلت في نفسي لو أن داعية من هؤلاء أراد أن يدعو الذين يعبدون الأصنام أن يدعوهم إلى الإسلام ماذا يقول لهم قال قلت البيعبد في القبور وبيعبد في القباب ويقيف بين يدي رب العالمين سادلين غافلين ساهين في الصلاة تلقوا أقف كذب ولا يطبق السنن وفي القبر تجده منكسرا خاشعا إذا ناد الميت ناداه من أعماق قلبه ما سمع نزول بيقوله الحسن وتلقاه ساهي في حاجة تاني لما نقولي الحسن بتخيل الحسن وبنادي الحسن وينادي الشيخ بإسمه وتجده خاشعا لشيخه منكسرا له وفي الصلاة تجده من أغفل الناس قال قلت لو دعوا ديل للإسلام يقول له وشنو يقول لخلي صنمك الحجر ده وتعالى عبد قبطنا الحجر التاني ده يعني من حجر لحجر أين التوحيد وأين الدعوة إلى التعلق بالله وحده لا شريك له النازل يا جماعة المساجد دي والمنابر لو ما كل خطبة ذكر فيها التوحيد والله لا خير فيها وبغش في الناس الله في القرآن قال سبحان الذي ينزئ نفسه ويثني على نفسه وأسمع الآيات وشوف البشر خاصة في السودان سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتابة وجعلناه هدى لبني إسرائيل ليش نو؟ ألا تتخذوا من دوني وكيلا الله قال نزل الكتاب على بني إسرائيل وكتب الألواح لموسى عليه السلام بنفسه سبحانه وتعالى وكلم موسى بنفسه سبحانه وتعالى وهكذا يتكلم متى ما شاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى ليه نزل الكتاب وآتينا موسى الكتابة وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا الله ما داير وكلا ودير عمل وكلا الكباش وكيل لله في الأرض في الذرية وكيل لله داير ذرية ما بتقول يا الله الدين ذرية كباشي دايرنا جنة وكيل لله ما هو وكيل ما هو الله قال في القرآن أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون المكاشف وكيل لله في الأرض في علم الغب وسموه مكاشف اسمه عبد الباقي سموه مكاشف بيكشفه في القلوب وبيكشفه في النفوس وبإعلمال في قلبه وسوس قوماك نزاور الأولي الأقطاب ليهم نشاور منهم خف الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر وكيل لله وكلا لله بتاعنا الخنجر وكلا لله في الأرض في المطر قال الشيوخ مسجلة بصورة وصوت في النت الآن دكتور بدرس في جامعة ومدرماء الإسلامية والآن لما تتكلم في المنابر وقل لك المنابر يا أخي ما تتكلموا في الناس وديل تتكلموا في رب العالمين أعظم ياتو أعظم الله ولا الناس أعظم ياتو وإنت البتمر وكلا والبتضيق وبتزعل والله يا الله يسالك لأن الله قال في القرآن ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا بدجادل عننا ما تتكلموا فيهم خلون بينشاكلكم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يعني النمل الله بذن لهم يوم القيامة وإنت أنمش بجادل يدام يقول يا الله دي المر === زن ل هن يا الله أنا بدافع عنهم اقيف قداموا بعدين لانك دافعت عنهم في الدنيا لان الناس لو شالوا ارض واتدافعت الامر كانهوا لو كتلوا زول واتدافعت الامر كانهوا لكن بشيلوا حق الله سبحانه قال ان لا تتخذوا من دوني وكيلة وده دكتور بدرس كلية الطب جامعة من رماء الاسلامية من دين دكتوراء صلاح الدين بدوا الخنجر من النيل الابيض بيقول اننا في السودان الشيوخ بدوا المطر الشيوخ ما الله بدوا المطر والمطر بحسب الطلب بيقول كده عجب وبتحده قول عجبك عجبك ما عجبك امش افتح بلاغ في شرطة قول ارضين بينات تقند او سرابة فيهطل المطر منها هنا ولا يهطل منها هنا والسبب انه ده الدفع البيض يعني الله سبحانه وتعالى الله بكلامه تدي قروش بيديك مطر ما تدي قروش ما بيديك مطر يعني ده الله والله بنزل المطر للكفار البسيبوه وبسيوليو بيديهم مطر بتلجوه بالكفار هناك وهنا دي لها الاسلام ما يديهم مطر اللي يدفعوا بلاغ بياض دي امه تمش لي قدام وده بجيبوه في التلفزيون وفي الرادي وين ويدرس في جامعة زي يمدر ما الاسلامية الاسلامية واحد جابه في التلفزيون النيل الازرق قال نجدي الكباشي الله اده في لسانه كن فيكون كن فيكون في التلفزيون الاف البشر بيحضروا نساوين للليلة الله مجاني تدعو يا رب الاعراب في مسند الامام قال يا رب والرسول جالس قال اقبل عليك ربك فسله يا رب اقبل عليك فسله وديه لي يا رب بقروش الشيخ يدو بياض تحت المخدى والشيخ يدعو والشيخ مش يدعو بس هو ذاته بدي كباشي كم ادى ولد كم ادى مش كم دعا الله والله ادى كباشي كم ادى وذاته كم ادى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي وكثير من الناس القبلية والطائفية وغير تخليه ما يرضى الكلام فيه ولو اساء للدين عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعن ابيه قال يا ابتي رأيتك يوم بدر وكدا كانوا على الكفر وابو على الاسلام قال رأيتك يوم بدر فتنحيت عنك لان لا اضربك اتا ابوي انا شفتك يوم بدر وانا كنت في صفة المشركين وانت في صفة المسلمين طوالي مشيت منك قال والله لو رأيتك لضربت عنقك انا كان شفتك كان كتلتك لا نددين كني لا تجد قوما ما ابتلقون يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه فالناس تنشر التوحيد وتنشر العقيدة ناس ما ينادوا شيوخ ما يمشوا للقباب ما يتبرقوا بالاتربة ما يعلقوا الحجبات الناس يدعلك بالله برب العالمين اذا صرت في هذه الدنيا عاملا بهذه الوصية فانت احسن الناس لو عملت رايح والناس يقعوا في الشرك ويقعوا في البدع ودلك مرة جدة كبيرة عمور تزعين سنة في الموت قريبة بقول ليه في الموت بيقول ليه اقول لا اله الا الله وجنب الناس يقول لا اله الا الله يذكروا فيها بيقول يا ابطلحة يا ابطلحة لما لاغت الله بابطلحة بيلاقوا الله بعقائز زيدي ناس البصدار انقلب بدل ينادوا رب العالمين بينادوا في الشيوخ لما نال الموت يجيون وصور الشيوخ في الحافلات في البصات وفي الدكاكين تاجر تلقى كبير تجار كبار شفناهم بعيننا فيهم درمان بتاعين سكر الدكاكين بالارغام واحد انين ثلاثة ونجي نحن نعطي الليون تجار كبار واحد جيت في المدخل لقيت صور شيوخ قالوا الخير دا كله سكر دا كله بش شيوخ ديل الصور دي والشيخ لما مات ما عنده ربع رطل بتاع سكر بيأكل في المحايات والبخرات بيأكل في قروش النساوين ما عنده مصنع ولا سكر جاب السكر كيف دي أمة مش لقدام يا أمة الإسلام ولذلك الناس الواجب عليها أن تبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى وأن تصبر على هذه الدعوة والدعوة ما خاصة بيجماعة ما خاصة بيصوفية ولا أنصار سنة ولا فانصار سنة خشوا السياسة لخبتوا ذاتوا في الدين ما فانصار سنة ولا فصوفية داراويش عبات للبشر ولا جماعة الإخوان المسلمين فشلوا في الدنيا في البلد فشلوا تلاتين سنة فشلوا وفي الدين أصلا فاشلين نحن عارفينه من كتب ولا في جماعة تبليغ دوك الريحة ومالين المسجد كله بقج وكله سراويل وحاجات وراه جماعات منحرفة ولا جماعة تكفير وهجرة وسرورية وغير يفجر المسلمين خلق على الإسلام بس مسلم على الكتاب والسنة وما كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يبصرنا من عمى وأن يرينا الحق حقا رزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطل رزقنا اجتنابه وأن يشرح صدورنا أجمعين إلى الحق المبين وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله